ويا مساء الإيجابية وكل شي جميل علينا وعليكم يا رب كيف تقيم جودة القهوة كمستخدم منزلي وش المعايير اللي انت تأخذها عشان بالنهاية توصل لمرحلة انك تصير متدوق وتقدر تقيم بنفسك القهوة اللي انت جالس تشتريها عشان بالنهاية تحدد خيار هل اشتري مرة تانية ولا اكنسلها او خلنا نقول استبعدها ويصير ادور على قهوة اجود منها الان رح ناخذ مع بعض المعايير اللي الواحد ممكن يتبعها والطريقة وكيفية تقييم المنتج نفسه طبعا انا عندي الان نوع من البن مجهول تمام رح اقيمها حسب المعايير هذي ونشوف اش ممكن يطلع معانا ورح نطبقها سوى باذن الله طيب خلينا نشوف مع بعض تقييم درجة الحمص الان لاحظ معاي في اختلاف لوني بين هذا بين الحبة هذي وبين الحبة هذي وبين الحبة هذي فالاختلاف اللوني هذا يعني ان وقت الحمص هذي تعرضت لحرارة واكتسبت لون اغمق من هذي فتوحيد اللون دائما يعتبر من انواع الجودة لان بالنهاية انت ماودك تحصل على طعم من هذه الحبة وبعدين طعم من هذه الحبة تمام يعني بالنهاية انت تحتاج انك تكون ماطي جميع حبات البن درجة حرارة واحدة تمام وتكون برضو الحبات شبه متناسقة كاحجام اذا كانت single Oregon اذا كانت blend خلطة المفترض انها يعني تكون في حبات كبار وحبات صغر هذا شي طبيعي جدا لانها تعتبر خلطة بين محصولين لكن هذه single Oregon يعني خلنقول من مصدر واحد فالمفترض ان تكون حبات كاملة كاملة بحجام متناسقة ففي لو تلاحظ معاي في حبات صغيرة جدا في حبات كبيرة في حبات اكبر حجما في حبات يعني خلنقول غير متناسقة الحجم فهذا الشيء يعني ممكن يقلل من جودة البن كاختيار بنفس الوقت نرجع لنقطة انه كيف حبت البنت تأكد انها يعني تحمصت من داخل ومو من برها فقط الان لما تجي تلاحظ الحبة نفسها المفترض انه يكون المكان هذا اوسع اللي يسمونا الفرست كراك او خلنقول اللي هي اول كسرة من بداية التحميص او اول كسرة بعد تعرضها للحرارة عالية الحرارة العالية المفترض انها تحصل للمكان هذا منتفخ بحيث انها خلاص بدت تتفتح زيادة على اساس لانها تعرض الحرارة عالية يعني زي المنطقة هذه لاحظوا معاي هنا مثلا هذه هذه ممتاز هذه تمام هذه لا اقل هذه اقل فمنطقيا لو تلاحظ هذه تعرضت لكسرة الاولى او الكسرة الاولى لما يتعرض البن لحرارة عالية مباشرة فعليا يستوي من بره او يصير اسود من بره لكن من داخل لسه خلنقول ما وصل للحرارة المطلوبة فعشان كذا اغلب ان احبات البن تلقاها لسه فرش يعني لسه ما تعرضت للكسرة الاولى فهذا الفرق اللي يعطي او خلنقول الفرق اللي ممكن تقيم انت عليه درجة الحمص باختلاف الالوان طبعا باختلاف الاحجام باختلاف عدة نقاط ومعايير انت كمستخدم منزلي ممكن تلاحظها بنفسك طيب اول شي راح اسوي راح اخذ ثمانية جرام لو تلاحظون معاي ان الحمصة حمصة البن دارك حبنا اقيم هالنوعية هذه تمام فرح اخذ ثمانية جرام واطحنها ورح اوريكم درجة الطحنة الان طيب الان هذه طحنة البن راح تكون اخشا من درجة الفي سكستي تمام اول معايير راح استخدمه اللي هو الرائحة الجافة الرائحة الجافة انك تشم ريحة القهوة اول ما تنتحن على اساسها تقيم من واحد الى خمسة ونشوف التقييم طبعا راح اضيف على الكوب تمانية جرام متاز الان شمينا او خذينا اول معايير اللي هي الرائحة الجافة بعدها ننتقل للرائحة الراطبة الرائحة الراطبة انك تصب موية على القهوة وتحسب الوقت اربع دقائق فتشم الريحة الراطبة اللي هي بعد ما تصب الموية وتشوف تقييمها هل من رائحة الشخصية طبعا هل رائحتها بارزة قليلة قوية تحسى نفاثة هالامور هذي تفرق كتقييم فالان حنا اخذينا حوالي 8 جرام راح اضيف عليها 150 ملي موية حارة تمام وراح ابدأ بالتايمر على اساس اني اوصل لاربع دقائق كتخمير تمام تمام انا اخذينا 150 نخليها تهدى شوي تمام ونفترض ان نكمل معانا اربع دقائق على اساس تتنقع او تتخمر القهوة ونبدأ نشم الرائحة اللي تطلع بعد الترطيب او بعد خلنا نقول الرائحة الراطبة بعد اربع دقائق راح نشوف مع بعض كيف نكسر اللي هو سطح القهوة هذا طيب والان بعد ما كملنا الرائحة دقائق نكسر السطح ونبدأ نشم السطح الرائحة الجافة تمام بعد ما قيمنا الرائحة طبعا او خلنا نقول حسينة بالرائحة تشبه اي رائحة بالضبط ممكن تكون رائحة المكسرات رائحة الفاكهة الروائح المعروفة فانت بالنهاية ممكن تحس يعني كمقيم منزلي تحس بالنقاط هذه بنفسك الان راح نشيل الشوائب تخلص منها تمام عشان نبدأ بالمعيار الثالث بعد اللي هو تقييم الرائحة الراطبة اللي هو الطعم راح نتخلص من الشوائب ونبدأ ندوقها مع بعض طيب الان نجي المعيار للطعم تقدر تقيم الطعم انت بنفسك ومستخدم منزلي حسب تعودك على تذوق النكهات الان لما تجي تاخذ من الكوب تاخذ بالطريقة هذي وبنفس الوقت تجي تسحب مع ادخال هوا عشان تتأكد انه توزعت كمية القهوة على كامل اللسان مباشرة مرة واحدة مشفطة زي كده واعتدر على الزعج طيب الان بعد مرحلة الطعم راح يجي مرحلة تقييم نهاية الطعم يعني هل القهوة بعد ما انت تذوقتها يبقى الطعم في الفم او خلا نقول يبقى فيه نكهة موجودة او تختفي بسرعة هذه اذا كل ما زادت طبعا نكهة القهوة انها تبقى في الفم معناها الجودة ممتازة طبعا قوام القهوة قوام القهوة اللي هي كثافتها على اللسان كثافتها على اللسان فانحدد النقطة هذه من التذوق نفس الفكرة تقريبا القوام متوسط والان النقطتين الاخيرة من التقييم هي الحلاوة والحمضية الحلاوة تعني انك انت لما تشرب او تتذوق ما تحتاج ما تضطر انك تحت سكر ففعليا تحس بحلاوة ما تحس بمرارة مزعجة والطايق في وقت التذوق او الشرب هذه نسبة من التناسب عشان بالنهاية تقدر تقيم بشكل سليم اما بالنسبة الحمضية لأحماض كثيرة ان كانت أحماض فاكهية أحماض خلنا نقول اللي هي تجي في بعض أنواع الحبوب أو تجي في بعض أنواع المكسرات فهذه تبدأ تقيمة انت نسبة الحموضة مرتفعة عالية ما هو شرط انك انت تتعمق في الموضوع زيادة كمستخدم منزلي لكن تشوف تقبلك للحموضة هذه على الطريقة هذه أو على طريقة الفحص هذه بالنهاية انت تقيم هل مثلا تشوفها والله عالية الحمضية أو ان القوام بحكم ان مثلا متوسط فصالة الحمضية أقل والمرارة هي اللي برزت أكثر فهذه النقاط اللي انت خلنا نقول تلعب دور في تقيمك للقهوة نفسها والآن رح أوريكم الجدول اللي عن طريقة ممكن نقيم بشكل نهائي أو موضحة في المعايير والأرقام عشان تقيمها بشكل نهائي إن شاء الله طبعا زي ما اتفقنا أنه عندنا معايير لتقييم البن كنموذج يعني عندنا الرائحة الجافة حسب البن اللي طبعا جربنا ممكن تذكر اللي هو نوع البن والمصدر من أي منطقة مثلا فعشان يصير عندك تقييم كامل لنوع البن اللي انت شرعته وبنفس الوقت تقييمك له الشخصي الآن الرائحة الجافة طبعا كل ما خلنا نقول صارت الرائحة نفاتها أكثر وشميت الريحة وحسيت أن الرائحة واضحة وبارزة كل ما زاد الرقم عندك تمام فهذه النقطة طبعا برضو يفرق معاك اللي هي نقطة التحميص كل ما صار الحمص مثلا يعني خلنا نقول أغمق كل ما قلت الرائحة صار في رائحة مختلفة تماما الرائحة الراطبة زي ما اتفقنا وشرحناها عندك الطعم هذا يرجع رأيك الشخصي كليا نهاية الطعم برضو يرجع لتقبلك أو خلنا نقول لبقاء الطعم في لسانك على اللسان القوام هذه كثافة أو ثقلة يعني القهوة مع تذوق يعني تحس أنها ثقيلة أو مجرد موية يعني كل ما أعطتك قوام أو خلنا نقول لكم أعطت كتافة وزن على اللسان كل ما زاد عندك الرقم تمام الحلاوة طبعا كل ما حسيت أن تقدر تتقبلها بدون ما تضيف عليها إضافات ما فيها مرارة مزعجة في نهاية الحلق فهذه ممتازة وكل ما طبعا زادت الحلاوة زاد عندك اللي هو الرقم والحمضية نفس الكلام كل ما زادت الحمضية كل ما خلنا نقول نقص الرقم فنقص من درجات التقييم بالنهاية التقييم يكون كالتالي إذا كانت ممتازة راح تكون ما بين 28 درجة إلى 35 بالنسبة للجيد راح تكون من 14 إلى 27 ومقبول من 7 إلى أقل طبعا المقبول مو معنات أنها سيئة جدا لكن معناها أني مرح أستخدمها مرة ثانية أو خلنا نقول مرح أرجع لها مرة ثانية النتيجة النهائية اللي أطلعت معي بعد التقييم هذا اللي هي 20 درجة تعتبر جيدة والله يعطيكم العافية وشكرا لكم والاستماعكم إن شاء الله أني قدمت المعلومة بكل أمانة